أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تونس احتمال خوض الرئيس المنتهي ولاية المنصف المرزوقي وزعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي جولة إعادتهم في ديسمبر المقبل وتشير هذه النتائج إلى أن أي من المرشحين لم يتمكن من تحقيق نسبة تؤهله لحسم النتائج لصالحه من جانب أعلنت الهيئة العليا انتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 64% أعقبها دعوة المرزوق للسبسي لمناظرة تلفزيونية علنية الرئيس التونسي المنتهية ولايته المنصف المرزوقي ورئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي يتجهان نحو جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية هذا على الأقل ما أظهرته التقديرات الأولية للنتائج حيث لم يحصل أي منهما على أكثر من 50% من أصوات الناخبين وفيما ينتظر إعلان النتائج النهائية الرسمية فإن التنافس على الوصول إلى قصر قرطاج وصل أوجه بين السبسي والمرزوقي تنافس وصل بالمرزوقي بأن دعا خصمه السبسي إلى مناظرة تلفزيونية السبسي لم يرد بعد على تلك الدعوة لكنه اتهم المرزوقي في تصريحات صحفية بأنه مرشح الإسلاميين والسلفين الجهاديين في إشارة واضحة على دعم حركة النهضة له ورغم إعلان حركة النهضة موقف الحياد تجاه المرشحين إلا أن رئيسها راشد الغنوشي دعا مجلس شورى الحركة لاجتماع يناقش فيه إمكانية تعديل موقف الحياد من الانتخابات الرئاسية وتعقيدات المشهد السياسي التونسي لا تقف فقط عند ذلك بل انسحبت أيضا على مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ففي الوقت الذي كلف فيه المرزوقي الكتة الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة يقول حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت شهر الماضي أن عملية التكليف هي من اختصاصات رئيس جمهورية المنتخب وليس المرزوقي المعين بتسكية من الأغلبية الفائزة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 ينضم إلينا من العاصمة تونس رئيس مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في جينيفر رياض الصداوي وهنا في الاستوديو ورحب بجلال وري الكاتب والمحلل السياسي أهلا ومرحبا بك سي جلال سي جلال لو سمحت لي في البداية هل يستجيب ممكن من السبسي مناظرة تلفزيونية مع المرزوقي؟ لا في تقديري لن يستجيب السبسي لأنه أولا ليست هناك تقاليد للأسف شديد في تونس لهكذا مناظرات وأيضا تقديري أنه حتى المرزوقي قد يكون أطلق هذه الدعوة في لحظة فهي نوع من الانفعالية لأنه يعني بعد إعلان النتائج مباشرة إلى جانب هذا التركيز في الحقيقة في المرحلة أفل أنه ربما صدم بالنتيجة؟ نعم إلى جانب هذا السباق الانتخابي لم يركز كثيرا على البرامج الانتخابية ولذلك قد لا يتم التعويل أيضا على التركيز على البرامج الانتخابية بقدر ما يتم التركيز على الشعارات وعلى الشعبوية أكثر منه على البرامج الانتخابية لأنه فعلا لم نلاحظ مضامين حقيقية في الحملة الانتخابية للمرشحين خلال الدور الأول سيد رياض سداوي كيف تلقت القوى السياسية وقراءتك لأولا للنتيجة الأولية بشكل عام؟ هي يعني كانت منتظرة رغم المفاجأة الرئيس المنصف المرزوق لماذا؟ لأنه حدثت انتخابات برلمانية تشريعية في 26 أكتوبر الماضي وانتخابات رياسية في 23 نوفمبر يعني الفارق هو 27 يوم لا يمكن في 27 يوم للناخب أو الرأي العام أن يتغير رأسا عن عقب دون وجود أحداث كبيرة تزلزل البلاد وترجل البلاد فتتغير المواقف عادة تغيير المواقف الناخب تتم بين أقل سنة من الموارسة السياسية حتى يبدأ تتراجع الشعبي ماذا حدث في انتخابات 16 أكتوبر؟ ثم تسلسل هرامي في الفائزين نجد أولا ندى تونس ثانيا حركة النهذا ثم جبه الشعبية وأسليم الرياحي وحركة فاب حزب السيد الرئيس المنصف المرزوقي لم يحصل إلا أربع مقاعد يعني أصبح حزب صغير وليس حتى حزب متوسط لكن أنت تعلم أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يعني تفرق أعضاؤه بين القبائل كما يقولون نعم وحدثت فيه مشاكله الخاص المهم هو حزب يترأسه السيد المنصف المرزوقي ولم يحصل إلا على أربع مقاعد مثله ومثل أي حزب صغير إذن المفاجأ هو أن يكون في الدور الثاني طبعا التحليل السيولوجي تحليل السيولوجي لما حدث هو أن حركة الناظة لم تقدم مرشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية إذن حدثت ثغرة فيبدو أن القواعد واو كيرر وهذا هام جدا قواعد حركة الناظة نزلت بكل في قلية وبحماس لصالح السيد المنصف المرزوقي على عكس القيادة التي كانت ملتزمة بالحياد في كل بياناتها وتصريحات قادتها إلى آخره فإذن حصل على تقريبا نفس الكتلة الانتخابية التي حصلت عليها حركة الناظة أو أكثر بقليل حركة الناظة في انتخابات 26 أكتوبر هذا هو التحليل السيولوجي لأنه عندنا مادة في العلم السياسية في الجامعات الغربية ندرسها وتدرس اسمها السلوك الانتخابي كيف ينخب ولماذا ينخب الناخب وكيف يميل من جهة إلى جهة ولماذا لكن القواعد الشعبية قد عفوا أنا فهمي كلامك سيد رياض صداوي بأن حركة النهضة أوعزت لأنصارها أو لقاعدتها الشعبية بانتخاب المنصف المرزوقي وهي نفسها أو نسبة إلى الشيخ راشد غنوشي أو غيره بأن فوز المنصف المرزوقي برئاس الجمهورية يعني دخول البلاد في دوامة عنف لا أنا أكدت أنا أكدت وكررت لكافة وسل العلام ليست فقط الغد العربي وخرجت في فضايات مع أخوة من قادة حركة النهضة أكدوا لي وبكل وضوح القيادة أبدا لم تصدر بيانا أو توجيات حتى ينحاز القواعد لينما لكن ما يحدث في تونس الآن ثم شد وجذب عاطفي كبير جدا وانقسام عاطفي للشارع أكأن لخصته في مقولة أنني أنتخبك ليس لأنني أحبك ولكن لأنني أكره منافسك وتنتبق على المرشحين في الواقع هذا ما يحدث الآن في تونس إذن القواعد منفلتة سواء من إداء تونس أو من حركة النهضة والقيادات القيادات غازلت بعضا بعضا ثم مغازلة بين الشيخ راشد غنوشي الباجي قيد سبسي استمرت منذ أشهر عديدة وثم حتى إمكانية لحكومة وحدة وطنية فيما بينهما لكن حسب رأي حدثت مفاجأة في انتخابات 26 أكتوبر توافق الرأي جلال بأن القاعدة الشعبية للنهضة بالفعل هي التي أتت بـ 35% حصل عليها المنصف المرزوقي وحصل على المرتب الثاني لا شك أنه ليس بالضرورة تماما أنه قواعد النهضة هي التي رفعت سقف ورصيد الرئيس المرزوقي وإنما هذه حقيقة أنه الأستاذ الرياضة أيضا يعلم هذا أنه هناك قواعد شعبية ليس قواعد النهضة قواعد شعبية تعتقد وترى أنه اليوم هناك التنافس واضح بين منظومة محافظة لا تنتمي للتغيير والثورة أو معسكر ومعسكر آخر يعبر بشكل أو بآخر حتى وإن كان أحيانا متوتر ولكن يعبر بشكل أو بآخر عن التغيير وعن الثورة ولكن تقديري أنه موقف النهضة أكثر إيجابية فيه في هذا المشهد هو أنه يعني أبعد البلاد عن حالة من الاستقطاب والانقسام بين قوى مجتمعية عادة ما يميل يعني تميل النخبة لوصفها بأن هناك انقسام مجتمعي بين قوى إسلامية وقوى علمية هذا اختفى بسبب موقف النهضة الذي اختار الحياد هناك انقسام مجتمعية رأيتنا أخيبة تنسية تعترض لماذا يصطف الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم هذا الفرز جاء على قاعدة قوى التغيير وقوى محافظة أكثر منه قوى إسلامية وقوى علمانية هذا في الحقيقة اختفى ولعل حتى الأستاذ الرياض قد يوافقني على هذا وبالتالي هذا في حداته جيد هناك خطوة إيجابية هناك نوع من الارتياح اليوم في المشهد التونسي المجتمعي بأن الانقسام ليس حاد التوتر ليس حاد وفي تقديري أنه النهضة نجحت في نزع فتيل هذا التوتر ويعني المخاوف من هذا الانقسام سيد رياض سيداوي لو سمحت لي ألا تعتقد بأن المرزوق الآن هو الحلقة الأضعف لأن أنصار مثلا حمى الهمامي سيتوجهون لنداء تونس والانتخاب الباجي قائد السبسي أيضا الرياحي أيضا سيتجهون قطعا لن يصوتوا للمنصف المرزوقي وبالتالي أصبح من شبه المؤكد بأن الغلبة لسبسي أول شيء وليس بالضرورة أن القواة تطيع طاع عمية القادر نحن لسنا أمام جيوش وثكنات عسكرية ورتب عسكرية نعطيك لساب المثال أن أنتمي إلى حزب الاشتراك السويسري ومرة جاءتنا توصيات بعدم التوصيد في ذلك كانت قناعات مخالفة وصوت ضد الحزب الذي أنتمي إليه نفس الشيء قد يحدث أيضا هنا جماعات تصوت ضد توصيات القادتها إذن نحن في الواقع أمامه الآن مساومات كبيرة تحدث لا أقول تحت الطاولة أكيد لكن في السر بين نداء تونس وحركة النهضة والجبال الشعبية وسليم الرياحي وغيره 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 لكن على أقل مثلا ربما الجبال الشعبية التي ربما فاجأت الناس بكثرة الأصوات لحمل أمامي هي بيضة القبان فيما يتعلق بهذه النقطة لكن المشترك بينها وبين نداء تونس أكثر مما بينها وبين المنصف المرزوقي أليس كذلك؟ حتى الجبال الشعبية هي ليست حزب الأمام الشيء التونسي فقط الذي يقوده السيد حمال أمامي هي حوالي 14 حزب فيها البعثيين وفيها القوميين والناصريين وأوروبيين ويساريين إلى آخره هي جبه تضم تنظيمات وحزاب عديدة أنا أقول أولا بالضرورة القواعد لن تلتزم حرفيا بأوامر القيادات ثانيا ثم الآن إمكانيات تحالفات ثم مساوامات تحدث على الطاولة تحت الطاولة بين النهضة ونداء تونس الجبال الشعبية سليم الرياحي وغيرهم من أجل تشكيل حكومة خاصة أنه كما قلت منذ البداية لحظنا الكثير والكثير من الغزل المتبادل بين السيد باجي قيد السبسي والشيخ راشد الغنوشي منذ أشهر عديدة بل في برنامج نسم الشهير الشيخ راشد الغنوشي تخلى بشكل صحيح عن منصف المرزوقي وقال لم يعد قوة أساسية في البلاد وأن مانيدات تونس هو القوة أفضلية مع نائية القوة أساسية ربما سيد رياض سيداوي نعم وأعتقد شهير العسل ما زال متواصلا على مستوى القيادات لكن القواعد كما قلت لك هائجة نوعا ما عاطفية نوعا ما منفلتة نوعا ما سيد جلال باعتقادك الأحزاب المرشحين الذين خسروا في هذه الجولة الجولة الأولى ناخبهم أين سيوجهوا باعتقادها نعم هناك افتراق في الحقيقة ليس بالضروري يتجه لدعم مرشح واحد ولكن أيضا هناك ذكال حقيقة واستراتيجية استعملها الباجي قيد السبسي هي استراتيجية ذكية أنه لم يتجه إلى تشكيل الحكومة وأجلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يستعمل هذه الورقة ويضغط على الحساب ويحرجها في عدم دعم مرشح مخالف له أو منافس له من أجل أن يبعث لها إشارة أن حضوظها في المشاركة في الحكم يمكن أن تكون موجودة بشرط أن لا تنحزى لصالح مرشح غيره هذه نقطة الثانية موسى هو أن الأحزاب السياسية أيضا ستحاول أن لن تعطي التصويت والضوء الأخضر اللي ناخي بها بأن يسوتوا لمرشح من المرشحين إلا عبر مساومات وعبر مفاوضات من أجل أن تحصل على مقابل أيضا لهذا الترشيع يعني مثلا الجبهة الشعبية ما الذي تريده مثلا باجغ السبسي ولكن الجبهة الشعبية مثلا الجبهة الشعبية قد يكون موقفها شبه بات واضحا لأن هناك أجل متحدث باسمها تحدث على أنهم تحدث بشكل مخالف أي أنهم لن يدعموا المنصف المرزوقي لأنه مثل ما يتهمونه داعم للارهاب يعني على حد تعبيره وهو الذي انحاز إلى قوات تعتبر معادية للمشروع الديموقراطي أيضا على حد وصفهم وبالتالي واضح أن الموقف القيادة قيادة جبهة الشعبية في عمومها أكثر من قيادة اليوم صرح بأنهم بتصريحات سلبية ضد المرزوقي ولذلك هم أرسلوا رسالة واضحة بأنهم لن يدعموه على الأقل وقد يقفوا على الحياد أو هو دعم إيجابي ولكن بطريقة غير معلنة للباجي قيد السبس سيد جلال هل ستراهن النهضة على حصان خاسر؟ لا تقديري النهضة مثل ما فعلت في الدارو الأول تقديري أنها ستحافظ على نفس الموقف وهو الحياد الإيجابي أي أن تدعو أنصارها والتونسيين للتصويد لمن يرونه مساهم في حماية الديموقراطي المصاري وقفت الرياح التميل الآن نحو الباجي قائد السبسي وكي لا تقع في مشاكل هذا يتناقض مع فلسفة هذا الخيار فلسفة خيار النهضة هو الرئيس التوافقي ثم عندما لم يحصل التوافق على رئيس توافقي النهضة اختارت الحياد والحياد هو أنها لا تريد أن تحدث مزيد من الانقسام داخل المجتمع وداخل القوى السياسية وقوفها الآن مع أحد المترشحين يعني أنها نقضت هذه الفلسفة التي أسست عليها موقفها المبدأ سؤال أخير لرياض صيداوي أعلم بأنك لا تعلم الغيب ولا تقرأ بالفنجان أستاذ رياض صيداوي لكن ما الذي يعني فوز السبسي كرئيس لتونس ثم الشيء في العلم السياسية نسميه دوران النخب في الحكم بمعنى لا يوجد حزب يحكم إلى العبد دائما ثم بديل سواء أن النتاج الاقتصادية والاجتماعية كانت صيئة جدا وفي الواقع كانت صيئة جدا في الثلاثة السنوات الأخيرة تفاقمت البطالة غلى الأسعار إلى آخره ونسقط في مسألة عادية جدا وهو دوران النخب في الحكم لا يوجد حزب يحكم إلى الأبد عادة دورة أو دورتين أيضا ساركوزي أخذ دورة واحدة وسقطها في الدورة الثانية حتى في بعض الأحيان حينما تطول أعداد الدورات يسقط الحزب برغم أنه براضة صنية إجابة واضحة أستاذ رياض قدني على قد عقلي فيما يتعلق بهذا الدوران النخب سيأتي بسبسي ولا لا لا طبعا سنرى سنرى ماذا سيحدث على مستوى التحالفات بالنسبة للفارق الآن كبير جدا هو حوالي عشر نقاط فارق عشر نقاط يبين أن السبسي في موقع أفضل بكثير من المرزوق لكن سنرى ماذا سيحدث لأيام القادمة وبخاصة كما قلت لك الرأي العام السلوك الانتخابي لا يتغير في ثلاثة أسابيع يجب أن تكون أحداث هائلة جدا حتى تغيره في ثلاثة أسابيع الرأي العامي تغير أقل شيء بعد سنة من الحق سننتظر ونحن معكم من المنتظرين سيد جلال وسيد رياض صيداوي كنت معنا من العاصمة التونسية تونس رئيس مركز الدراسات السياسية والاجتماعية في جينيف شكرا زياد لكم وشكرا وصول لجلال ورغي شاتب المحلل السياسي كنت معنا هنا في ضيف عزيز أهنا مرحبا بك ملفات متواصل معكم من الغد العربي في لندن وفيها بعد الفاصل قرار إعدام العلواني يثير ردود فعل قد تشعل فتيل أزمة سياسية جديدة في البلاد